اهلا اعزائنا المشاهدين حديثنا في هذه الحلقة استعد للقاء الها وهذه الاية مأخوذة من النبي عاموس او سفر النبي عاموس من العهد القديم وعم بيتكلم برسالة ولابد ان هاي الرسالة تكون مهمة جدا لنا في هذه الايام خليني ابتدي بس بالقراءة من سفر عاموس الاصحاح الاول من الاية الاولى اقوال عاموس الذي كان بين الرعاة من تقوع تقوع هي جنوبي بيت لحم قريبة من بيت لحم في يهوذة التي رآها عن اسرائيل رغم انه من منطقة يهوذة ولكن شاف الرؤية على اسرائيل في ايام عزية الملك ملكي وفي ايام ياربعام بن يقاش ملك اسرائيل يعني في مملكتين وبيعطي التحديد والتوقيت مهم جدا قبل الزلزلة بسنتين وبعدين بيتكلم في دينونة الشعوب المجاورة لاسرائيل وبعدين بيتكلم دينونة على مملكة اسرائيل المملكة الشمالية وبعدين بيتكلم كمان عن المملكة الجنوبية عم بيحذر الممالك وبيستدعيهم ويشهدوا عليهم انه الله له السيادة والسلطان المطلق الكامل في حياة البشر ان السيد الرب لا يصنع امرا الا وهو يعلن سره لعبيده الانبياء ولكن رغم كل التحذيرات اسرائيل رفض انه يتوب ورفض انه يرجع للرب فبيتكلم عن دينونات متعددة اللي ادان فيها شعب اسرائيل المقصود المملكة الشمالية العشر اصباط وبعدين من بعد كل التحذيرات والانذارات ورغم كل الدربات وكأنه الرب يقول الان فاستعد للقاء الهك طالما انه عم بحذر وانذر وعمش عم تسمع الكلام استعد للقاء الهك فصياق الحديث وصيغة الحديث هي في صيغة الدينونة دينونة الله على شعب اسرائيل ولكن التطبيق الروحي تعودنا نستخدم هذه الاية في نفس التحذير في نفس الانذار في هذه الايام الشخص الذي لا يسمع لاوامر الرب ولا ينصاع الى كلمة الرب بل بالعكس يرفض ويسخر ويستهزئ بل بالعكس يرفض رفضا باتا طريقة خلاص الله للجنس البشرة رغم انه في تحذيرات كثيرة في الكتاب المقدس وانه فعلا في مئات النبوات اللي بتتكلم عن مجيء المسيح ثانية ومع كل هذا وكل الادلة وكل البرهين ولكن الانسان الانسان ماخد في العناد ويحتقر كلمة الله ويرفض طريقة الله وكأنه الله يقول طيب انت مش عاوز يعني انك تسمع او تشوف طريقة الله طيب استعد للقاء الهك وهذا طبعا مخيف جدا الوقوع في يدي الله الحي وطبعا دينونة قاسية جدا على كل من يرفض طريقة الله فاستعد للقاء الهك وهي هي الرسالة اليوم اللي انا عاوز اوصلها الاشخاص الغير مستعدين للقاء المسيح بتأمل وبتمنى من كل قلبي ان اليوم يكون قرار حاسم وقاسم وفاصل في حياتك لانه ابديتك مهمة جدا فلا تقامر او تجازف بحياتك الابدية ولانه نفسك ثمينة وغالية عند الرب والرب بحبك لا يريد انك توقع في الدينونة الله يريد ان الجميع يخلصون والى معرفة الحق يقبلون فابقوا معي حتى اتكلم عن هذا الموضوع بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر اهلا احبائنا مشاهدينا بتأمل من كل قلبي انه عنوان الحلقة لربما صادم للبعض ولكن كل الغرض انه مش التخويف كل الغرض انك فعلا تقبل الى يسوع المسيح تعرفوا الانسان لا يعرف مصيره وشو عم بصير في هذه الايام بتذكر في ايام الحرب في العراق وفي سوريا لما دخل داعش كانت المناطق نسبيا عايش في امان وكل الامور ماشي تمام ولكن فجأة رأوا الضمار والخراب والظلام والقتل والعنف اللي استخدم طبعا في اسم الدين ولا اقول هذا لأهين اي مجتمع ولكن هذه حقيقة اجمع عليها الكل المسلمين قبل المسيحيين فالشيء الغريب انه خلال ايام اخذت كل هذه المناطق الشاسعة والناس كأنه متفاجأة هل حقا فعلا ممكن يحدث شيء مثل هذا الامر وبعدين نسمعنا منسمع في هذه الايام كتير عن الزلزال اللي حدث في تركيا واللي حدث في سوريا وبصراحة لما بتشوفوا المناظر مناظر الضمار ومش متأكد كم وصل العدد عدد القتلى بس باعتقاده مش اقل من 47 الف الاغلبية طبعا في تركيا والبقية في سوريا وقلوبنا فعلا تدمى لهذا المناظر الفضيعة واللي حدث ومين كان يظن الناس ماشي وعايش وكل الامور تمام زلزال لفترة يمكن دقيقة وإله طبعا الارتجاجات اللي بعد الزلزال ولكن تخيل هذا الزلزال شو عمل عشان افهم الصورة سمعت عن فيلم اللي هو حدث يعني احداث الفيلم في سان فرانسيسكو ويتكلم عن زلزال ضرب المنطقة باكملها ولما شفت كيف الزلزال ضرب وكيف البيوت والعمرات عم تسقط وكأنه يعني فتات أو غبرة لا قوة ولا اي شيء في هذه الابنية فعشان افهم المنظر ابتديت اتخيل ما حدث في تركيا وسوريا المنظر مريع مخيف رهيب جدا ما حصل وتخيله انه في دقائق معدودة حدث ما حدث كل الابنية عم تسقط وكأنه يعني تبترمي حاجات من من فوق الى اسفل ومي كان يزن مش هذا اللي انا عاوز اصله انه الله بحسب الكتاب المقدس بيستخدم امي يقيم امي على امي في كتير شعوب اندثرت وكل الشعوب الرافضة الله في دينوني اللي وقعت على هذه الشعوب ودايما الله بينظر بيرسل التحذيرات كان بيرسل الانبياء وبيتكلم مع الشعب ولكن عندما يستمر في العناد ويستمر في الرفض الله لابد ان يتمم الدينونة فاذا في الدينونة منشوف قداسة الرب الرهيبة ومن ناحية اخرى نرى دينونة الله العادلة انه كل شيء بيعمل بعدل وانه الله لا يفعل شيء الا ما يعلن سره لعبيده ولا يعمل شيء قبل الانزار والتحذير انه الناس تنتبه وانه الناس تحذر وفي رسالة بوتروس كان في السؤال اين موعد مجيء فطبعا الرب اعطى عن حدثين اللي ضخمين حدثوا اللي هو دمار سادوم سادوم عمورة والحدث الاول الطفان وفي هاي الحدثين الناس كمان كانت بايعتها مش مش فارقة معها مش عم تسمع ولا لأي تحذير ولا لأي انذار فالرسول بوتروس عم بيرد على القوم المستهزئين يعني جماعة اللي ابتدأوا يشكلوا لهوت جديد ما بيقامنوا في الدينوني ما بيقامنوا في جهنم ما بيقامنوا في حياة بعد الموت ما بيقامنوا انه يعني كل الامور تمام ومنذ رقد الابا وحتى يومنا حتى هذه الايام كل الامور ماشية تمام فبيتكلم عن الحدثين اللي ضربوا الارض ولكن بيتكلم عن حدث اعظم بيتكلم عن النووية ذر عن اللي راح تحرق الارض كلها ولكن عم بيعطي انه ليش الله مش عم بدين في هذه الايام وبيعطي السبب الله لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبة فالفكرة من وراء الموضوع انه الله اعطاك اليوم هو يوم جديد اعطاك اليوم فرصة جديدة وهي الفرصة حتى تطلب الرب وترجع للرب وشو رايك في البداية تقول له يا رب انا راجع انا تايب ارحمني انا الخاطئ واعلن توبتي امامك ادعوك ايها الرب يسوع ان تكون مخلص شخص على حياتي واتوجك رب وملك عندها يسكن الروح القدس قلبك وبالنسبة للمؤمن ما عندهش الخوف لانه بحياة او بموت الحياة يعني هي بكل بساطة او الموت خلينا اقول هي بتغم طرفة عين وبتكون يعني الى الابد الابد دين بحياة المسيحيين يؤمنون برجوع يسوع المسيح المسلمين سواء السنة او الشيعة يؤمنون بمجيء المسيح رغم بغض النظر التسميات المختلفة المهدي او الى اخر المسيح ولكن عندهم هذا الامان او الاعمال بتختلف من مسيح الى مسيح ولكن اكبر دليل انه المسيح رح يرجع ثانية انه لما سألوا التلميذ عن مجيء ثانية اتكلم عن احداث وهي الاحداث تمت بحذافيرها انه فعلا اورشليم رح تكون محاطة بجيوش ويتكلم عن رسة الخراب عندما دخل طبعا من قبلها دخلوا اليونان في ايام انتيخوس ابيفنس لما لوث وافسد منطقة الهيكل بتقديم ذبيحة خنزير على مكان الهيكل على الذبيحة مما اثار ثورة وهيجان اليهود بثورة تسمى ثورة المكابيين واستطاعوا ان يطهروا الهيكل ولكن برضو الرومان في سنة ست وستين حاصروا اورشليم وكانت الجيوش محيطة وفعلا تلميذ المسيح والمؤمنين سمعوا لتحذير الرب وهربوا الى مناطق اخرى للجبال الى منطقة البترة واماكن اخرى وفي سنة سبعين دخل تيتوس ودمر اورشليم ودمر الهيكل ولم يبقى حجر على حجر كما تنبأ المسيح وعندما اعيد بنائها تم تدميرها مرة تانية في سنة 132 ميلادي في ثورة باركوخفا عندما جاء الامبراطور هيدريان هيدريانوس ودمر اورشليم وغير معالمها وبنى بلد جديد وسماها إيليا كابيتولينا هذه نبوات تمت بالتحذيرها لأن الرب يسوع قال لا يمر هذا الجيل إلا ويتم كل المكتوب وتم فهذا يؤكد أن كلام يسوع أنه جاي مرة تانية والأنبياء سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد تنبأوا عن مجيء يسوع المسيح وبما أنه نبوات المسيح تمت لابد أن تتم أيضا في مجيء ثانية استعد للقاء إلهكم إخوتي وأخواتي خليني أبتدي أقول شيء مهم جدا بينما تختلف الطوائف المسيحية في تفسيرها للمجيء الثاني إلا أنهم جميعا جميع الطوايف المسيحية تؤمن وتعترف بل جزء من القانون الإيمان المسيحي بل اتفقوا على أن المسيح سيرجع ثانية ليدين الأحياء والأموات عند ظهوره طبعا في أسباب كثيرة للرجوع وهذا من خصص له حلقة أخرى فإذن المسيح سيأتي ثانية كيف سيأتي يقول الكتاب المقدس وأذكرها باختصار شريد أنه سيأتي شخصيا نفس الرب يسوع اللي صعد إلى السماء هو نفس الشخص الذي سيأتي من السماء كما قال الملكان للتلميذ على جبل الزيتون رأيتموه منطلقا إلى السماء هكذا سيأتي أيضا كما رأيتموه شيء ثاني مجيء الرب يسوع سيأتي بدون توقع مين كان يتوقع حدوث هذا الزلزال هذا الزلزال لكن في مجيء المسيح ثانية سيزلزل الأرض لأنه سيأتي بدون توقع وشيء ثالث مجيء المسيح رح يكون فجائه مثل البرق يقول الكتاب المقدس اللي بيظهر هكذا مجيء المسيح ثانية شيء رابع مجيء المسيح ثانية سيأتي بمجد عظيم مش مثل ما أجب بيت لحم ولد في مذود حقير وعاش ليس له أين يسند أو يسند رأسه ولكنه سيأتي بمجد عظيم بهتاف ببوق بأصوات ملائكة جمهور عظيم ملائكة يعني كان رح يرجع بمجد عظيم جدا فإذا الكل يتفق على هذا والكتاب إذا قرأنا العهد القديم في نبوات كثيرة مثل دانيال مثل حسقيال ونبوات كثيرة في زكريا كلها بتتنبأ عن مجيء المسيح ثانية والعهد الجديد بتشوف أصحاحات كاملة متى 24 لوقا 21 يعني متى 24 و 25 لوقا 21 مرقص 13 يحنى بتشوف هنا وهنا أنه يعني ذاهب ليعد مكان ومتى أعد المكان سيأتي ويأخذنا حيث يكون هو نكون أيضا معهم في سفر الأعمال في الرسائل في التسالونيكي في بطرس في رسالة يحنى في رسالة يهودا في سفر رؤية يعني سفر كامل سفر الأخرويات اسكتولوجي كله يتكلم عن مجيء المسيح ثانية يقول الكتاب المقدس لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ في الرسالة إلى العبرانيين لصحاح العاشر والآية السبعة والثلاثين في بطن الستاني صحاح ثلاثة آية اتناعش مكتوب منتظرين وطالبين سرعة مجيء الرب في رسالة يحن مكتوب أيها الأولاد هي الساعة الأخيرة في رؤية واحد آية سبعة هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين أيضا في صف رؤية مكتوب وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله ثم قال يسوع أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر ومن يستطيع أن يقول هذه الكلمات سوى الله نفسه سوى الله نفسه ونحن نقول ككنيسة آمين تعال أيها الرب يسوع ثم يقول يعني كلمات يسوع اسهروا وصلوا لألا تدخلوا في تجربة أنا بدعوك اليوم فعلا تقول له أمين تعال تعال أيها الرب يسوع تعال املك على قلبي املك على حياتي أريد ماء الحياة اللي قدمته والحياة الأبدية اللي أعطيتها سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة استعد للقاء إلهك وعاوز في هذه الفقرة أتكلم في بعض التشجيعات للمؤمنين أننا مدعوون لننتظر بشوق وبتلهف مجيء الرب يسوع المسيح فأنا عاوز أتكلم عن بعض التشجيعات لمجيء المسيح طبعا بشكل عملي طب أنا كمؤمن شو أعمل طالما أنا بنتظر الرب يسوع المسيح أو مجيء ثانية في الكنيسة الأولى كانوا بينتظروا في التسالونيكي ظنوا أنه الرب يسوع يعني جلسوا في الكنيس وما كانوا بيعملوا أي شغل أو أي عمل فطبعا الرسول بولوس وابخهم قال لهم يعني إذا أنت ما اشتغلتش كيف بدك توكل فإذن أنا بنتظر ولكن منشغل بمجيء الرب يسوع المسيح فرح أتكلم عن سبع تشجيعات بسريع أولا أحبائي الكتاب المقدس بطالبنا في حياة الصهر الصهر هنا مش المقصود فيها أنه أنا بصهر لمنتصف الليل هذا النوع من الصهر لا هنا كلمة قوية جدا تتكلم من ناحية روحية عملية اللي أنا رح أتكلم عنها في هذه اللحظة يقول الكتاب اصهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أية ساعة يأتي ربكم لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين لأنه في ساعة لا تظنون يأتي ابن الإنسان بشارة متل إصحاح 24 آية 42 و 44 فإذن هنا يتكلم عن الصهر اللي هو حياة الاستعداد أكون مستعد في كل الوقت في تسالونيك الأولى إصحاح خمسة بيبتدي أما الأزمن والأوقات فلا حاجة لي أن أتكلم لأنكم تعلمون يوم الرب ولكن بيتكلم في يعني في أول 6 أعداد يقول في العدد الأخير فلا ننم إذن كالباقين بل لنصهر ونصحه فإذن نصهر ونصحه استعداد كونوا مستعدين لأنه في ساعة مش متوقعها أنت رح ييجي ابن الإنسان إيش يعني حياة الصهر حياة الصهر هو أن نكون متنبهين أن نكون حذرين أن نكون مستعدين أن نكون منشغلين في حق للرب يعني مثل الجندي اللي في الحرب في المعركة ولكن حتى لو نام ما زال الحذاء والخودة والسيف والترس كله جنبه على استعداد متأهب لكل عمل مستعد بس هنا بيتكلم عن الصهر مش بس أنت مستعد بتتكلم عن حياة الانشغال أنت منشغل في عمل الرب أنت اليوم شو عملت من أجل الرب شو حققت من أجل الرب الصهر بتتكلم عن حياة اليقظة أنا صاحي متزن متعقل عندي النصح يعني الاتزان والإرشاد طبعا بحسب مشيئة الله ليس المقصود اللا مبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاهتمام الذي يهتم باليوم يهتم بما للرب فإذا كل يوم هو عطي من عند الرب فأنا في هذا اليوم أعيش حياة الصهر حياة الاستعداد حياة اليقظة حياة الانشغال أنا منشغل في في الرب وفي مجيء الرب ثانية مشان هيك بيمتلئ قلبي فيضان من المحبة امتلاء من الروح القدس بيمتلئ بالإيمان حتى أكلم أي شخص وأقول له الرب جاي الرب جاي الرب جاي انت به لأنه مثل الزلزال لو أجرب مثل البرق الآن أين سيكون مصيرك هل أنت مستعد ما هو مصيرك هل الحياة الأبدية إذا أنت مش متأكد اليوم أقول له يا رب أنا بطلبك من كل قلبي شيء تاني تشجيع تاني بيشجع المؤمنين أن نعيش جنسيتنا السماوية جنسيتنا السماوية اسمع يعني على الأرض لأنه لازم نتذكر عدة أمور أنه إحنا أصبحنا خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت إحنا صار مركزنا في المسيح طب إيه هو مركزنا صرنا أبناء للرب التبني وبنات للرب صرنا في عائلة الرب في جسد الرب فتذكر مركزك يا مؤمن أنك أنت ابن أنت بنت للرب فما تهين اسم الرب فإحنا يعني مش بس منصهر ولكن منعيش جنسيتنا السماوية على الأرض بعدين أنت السفير السفير هو اللي بيمثل بلده في دولي أخرى فإحنا منمثل السماء على هذه الأرض تذكر شيء مهم الأرض مؤقتة تذكر أنه إلك بيت في السماء وإلك وطن سماوي نعم هذا لا ينفي أنه عندنا أوطان ومنحب أوطاننا ومنحب شعوبنا ومنحب طبعا ومنصلي من أجل الحكماء ومن أجل الرؤساء ومن أجل كل من هو في منصب وفي مرتبة إنه هاي ولكن تذكر أنه الله اللي بحط هؤلاء الأشخاص في الحكم حتى لو كانوا غير مرضيين ولكن الله يتمم مشيئته مشان هيك أي شخص مسؤول في أي وظيفة حكومية في أي مرتبة إذا أنت بتسمع الله وضعك في هذا المنصب لأنه ينصب ملوكا ويعزل ملوكا الله يعني هو حتم بالأوقات المعينة فيه توقيت لكل شيء بعدين نتذكر شيء تاني يعني إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوق إذا في حكومات عم بتمارس سياسة القمع وتحديد حرية الإنسان وعم بيتحرك إنه كل اللي بيعملوه من أجل نفخ شخصياتهم في يوم في يوم أنت رح تواجه الرب فهي دعوة للملوك ودعوة لكل من هم في منصب ودعوة لكل المسؤولين على الأعمال حتى لا يكون قمع ولا يكون في عدم العدالة الاجتماعية ويكون في رفق وحنية ومحبة وإنك تعطي العدالة لكل الناس والناس يتمارس حريتها مش بالقمع الشخص اللي بيستخدم القمع سواء سياسيا أو دينيا فإذا سياسة بتكون هشة وإن كان دينيا فهو يدافع عن دين هش لأنه لا يستطيع أن يستخدم المنطق ولا يستخدم الكلام فيلتج إلى القمع والاستغلال والظلم ولربما كل الأمور حتى يحافظ أو يحمي دينتو فأنا بصلي اللي بيشاهدون أنه يتحرروا من هذا الشيء فإذا نعيش جنسيتنا السماوية على الأرض اسمع ما يقول الكتاب فإن سيرتنا سيرتنا يعني مواطنتنا جنسيتنا ستزنشيب فإن سيرتنا نحن هي في السماوات التي منها أيضا ننتظر مخلصا هو الرب هو الرب يسوع المسيح الذي سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده يعني الله سيغير هذه الأجساد عندما جاء ثانية فأجساد لا تتحلل ولا تفسد ولا تمرد ولا تحزن أجساد ممجدة أجساد نورانية أجساد بقول كتاب على صورة جسد مجده نشابه ربنا يسوع المسيح في كل شيء شيء تالت التشجيع التالت اللي عاوز أتكلم عنه حضور الاجتماعات وأريد أن أركز على هذه النقطة خليني أقرأ وملاحظين أنه كل يعني الصهر كله بيتعلق بموضوع المجيء التاني الجنسية السماوية بيتعلق في مجيء المسيح تانية اللي رح يغير أجساد حتى تكون على شكل جسد أو صورة جسد مجده حضور الاجتماعات في الرسالة إلى العبرانيين إصحاح عشرة من آية 24 و 25 ونلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على الأعمال على المحبة والأعمال الحسنة غير تاركين اجتماعنا لاحظ غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة بل بالأكثر بل بالأكثر بل بالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب اليوم عم بيقرب أحبائي لكن اليوم في كتير ناس عم تترك الكنايس تحضر الاجتماعات في ناس أعذارها أنه تم أنا بشوف الحلقة على الفيسبوك أو على التيفي أو على السوشال ميديا لا أنت مفروض أنك تروح على الاجتماع أنت جزء من جسد المسيح اللي هي الكنيسة في الكنيسة عبادة والعبادة بيتخللها عدة أمور تسبيح ترنيم سماع كلمة الرب يعني اشتراك وفي بناء يعني بناء من خلال كلمة الله وفي تشجيع وفي تعزية عزوا بعضكم بعضا وفي شركة شركة أخوية وفي تسديد احتياجات يعني في بركة من خلال حضور الاجتماعات لكن اليوم أحبائي كتير ناس يعني بتحاول تحتاج بالدوزر أنك تحركوا حتى يروح على الكنيسة وعدم حضور الاجتماعات بغض النظر أنك بتحضر عن طريق الميديا يمكن في ناس ما بتقدر يمكن كبار بالعمر أو عندهم مشكلة صحية أنا مش بعمم الأمر وفي مرات ظرف العمل أنك بتعمل في ساعات ساكن في دول اللي في هذا التوقيت عندك عمل ولكن اعمل كل ما في وسعك أنك تكون مشترك في هذه الاجتماعات واحدة من علامات الفتور الروحي هو عدم حضور الاجتماعات يصبح الإنسان لا مبالي وبعد اللامبالاء خلاص يعني ابتدى يتقصى شوي شوي عنده معرفة عقلية ولكن ما عندهش الاختبار القلبي العميق اللي عم بعيشه مع الرب يسوع المسيح وهذا مهم جدا خليني اتكلم عن التشجيع الرابع اذا انت بتنتظر مجيء المسيح ثانية الله بطالبنا جميعا حياة القداسة ليتجنب الاثم كل ما يسمي اسم المسيح ان راعيت اثما في قلبي لا يستمع لي الرب فاذا حالة القداسة وعلى فكرة كلنا نفشل في هذا الموضوع اما فكريا قلبيا عقليا ذهنيا اما بالعمل او بالكلام القداسة هي بكل بساطة التشبه بالرب يسوع المسيح القداسة القداسة الاتحاد في شخص المسيح القداسة هي الالتصاق بيسوع المسيح فتصبح جزءا من يسوع المسيح فتكون مشابه صورة يسوع المسيح هذه القداسة ولكن برضو القداسة بتتكلم عن الانفصال عن العالم المقصود قيم ومبادئ العالم الفاسد الشرير فلسفة العالم اللي هو ضد يسوع المسيح من شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة اللي بيسميها الرسول يعقوب ايها الزناوة الزواني اما تعلمون ان محبة العالم هي عداوة ليه الله فهي الانفصال الكامل عن كل ما هو شر كل ما هو خطية وهو الاستئصال كل الجزور الخطية من الماضي تعمل عملية قطع عن الماضي القداسة هنا احباء مش معنات انك اتصرت قدوس كامل مع انه الكتاب بيكلم بكل صراحة كونوا قديسين في كل سيرة لانه مكتوب كونوا قديسين كما اني لاني انا قدوس والرب يسوع اتكلم في العزة على الجبل قال كونوا كاملين كما ان اباكم السماوة هو كامل وقال ايضا الحق الحق اقول لكم ان لم يزد بركم على الكتبة والفرسيين لا تقدروا ان تدخلوا ملكوت السماوات هدولا كانوا يحاولوا يحافظوا على النموس بحذفيره بالكامل يعني بكل معنى الكلمة ولكن هنا يتكلم عن طهارة داخلية وخارجية عن قداس احبائي اسمع ما يقول الكتاب المقدس اما تعلمون انكم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم ان كان احد يفسد هيكل الله فسيفسده الله لان هيكل الله مقدس الذي لاحظ الكلام الذي انتم هو كورونتس الاول اصحاح الثالث ايه 16 وآيه 17 مكتوب في كورونتس ثاني سبعة واحد ايها الاحباء لنطهر ذواتنا من كل دنس الجسد والروح الجسد والروح مكملين القداسة في خوف الله مكتوب ايضا والرب ينميكم ويزيدكم في المحبة بعضكم لبعض وللجميع كما نحن ايضا لكم لكي يثبت او تثبت قلوبكم بلا لوم في القداسة امام الله ابينا في مجيء لاحظ في مجيء ربنا يسوع المسيح مع جميع قديسه بكمل بقول نسألكم ان تسلكوا وتردوا الله لان هذه هي ارادة الله قداستكم ان تمتنعوا عن الزنا لان الله لم يدعنا للنجاسة بل في القداسة رب يحررنا في هذا العصر من النجاسة ومن التعاسة ومن الشراسة هذه الامور اللي عم بتسير في هذه الايام اخوتي واخواتي فالرب يحررنا ويملأنا في القداسة قداسة الروح ثم حبائي يقول او يكتب الرسول بطرس محذرا ماذا يحدث في اخر الايام بقول يجب ان تكونوا انتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب بطرس الثاني اصحاح ثلاثة في روميا 13 الاي 11 ممكن تشفتوها على الشاشة هذا وانكم عارفون الوقت انها الان ساعة لنستيقظ من النوم فان خلاصنا الان اقرب من مكان حين امنا قد تناها الليل وتقارب النهار فلنخلع اعمال الظلمة ونلبس اسلحة النور لنسلك بلاياقة كما في النهار لا بالبطر والسكر لا بالمضاجع والعهر لا بالخصام والحسد بل البس الرب يسوع المسيح ولا تصنع تدبيرا للجسد من اجل الشهوات تعرفوا وعد المسيح للكنيسة احبائي شو بقول هذا الوعد لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب يعني بكلم في افسوس اصحاح خمسة اصحاح خمسة والآية سبع عشر يعني بكلمات اخرى عم بكلمنا انه الكنيسة من بره ومن جوه تكون كاملة ولا اي دنس بل يحضرها كنيسة مجيدة ممجدة منتصرة ظافرة مقدسة في رسالة بولوس الى تيتوس مكتوب لانه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة ايانا ان ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح الذي بذل نفسه لأجلنا لكي يفدينا يفدينا من كل اثم ويطهر لنفسه شعبا خاصا غيورا اما انتم فجنس مختار كهنوت ملكي ام مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلم الى نوره العجيب فدعوي للمؤمنين للكنيسة ان تتقدس من جو ومن برا وشهدتها تكون نور لامع ساطع في هذا المجتمع حبائي ساعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اهلا احبائنا مشاهدينا حديث الحلقة استعد للقاء الهد قبل ما اكمل في التشجيعات اللي ابتدت فيها خلينا ااخد بعد اذنكم مكالمة من الاخ احمد من مصر اعتقد هو على الخط الاول اهلا وسهلا اخ احمد انت معانا على الهواء اهلا وسهلا اخو اهلا وسهلا اخو ربي باركك دايما ويبارك البرنامج ويبارك كل الناس اللي بتسمعنا ارد شكرا الحقيقة استعد للقاء الهك يعني عنوان رائع ولو عندي فكرة عندي لانه اه انا بفتكر نفسي زمان انا طبعا من خلفية اسلامية واحجيت وعملت افتر من عمرة والحقيقة دايما كنت بحاول اكون مستعد ان انا قابل ربنا لكن دايما كان عندي شكوك اه حتى وانا متوضي دايما عندي شكوك ان وضوء يتناهض ودي ابسط حاجة عندي شكوك لما موت هروح فين عمري معرفت لما موت هروح فين اه الله اعلم اتمنى وعندي امني ان يرحمني لكن الحقيقة كان الوعد الوحيد اللي كنت واخده انه ما منكم الا والدها كان ذلك على ربك حتما مقضية هو دا الوعد الوحيد اللي انا كنت واخده اه اه خدت فترة طويلة في اه في القراءات عن عن الاسلام بسبب البرامج اللي كانت السبب الرئيسي فيها طبعا اخي اه صديقه وبعدين قناة الحياة اه بعد كذا اه الحقيقة خدت فترة من الالحاد وكانت فترة مش طويلة بس اثر من سنة يعني وما كانش عندي استعداد ان انا ادي ثقة لاني كنت فقط ثقة في كل دين وما كانش عندي استعداد لدي ثقتي لأي دين تاني مهما كانت دين 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 لكن لما اريت الكتاب المقدس وبدأت اعرف شخص الرب يسوع اكتشفت انه مش دين دا 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 يعني 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 بتتحول من 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 انسان عادي الى ابن لله واما كل اللذين قابلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا ابناء الله ودي كانت نقطة التحول الرهيبة يعني 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 المسيحية مهج دين ولا تقارن مع اي دين لانها ليست دين المسيحية هي خليقة جديدة مخلوقين في المسيح يسوع وكمان في اكتب تاني بيقول اه واما ان كان احد في المسيح فهو خليقة جديدة يعني معناته من خلق جديد زي ما الله خلق جسم الانسان من تراب وخلق الحيوان من تراب خلق المسيح من الانسان وجعلنا ملوكا وكهنا لله هنا بقى كان في تحول رهيب جدا جدا اخوها الغالي نظار تحول دا كان عبارة عن ايه عن ان انا الوقتي بكلمك دلوقتي وانا واثق انا عايش في السماء وانا موجود في الارض اللي اتنين في نفس الوقت انا عايش في السماء وانا معك على الارض دلوقتي عندي اليقين الكامل لاني عايش لاني ايه اللي يزبتلي ان انا عايش ان انا حي ان انا موجود زي ما انا ما اتكلم مع حضر الله كده انا موجود في السماء وانا موجود في الارض كنت بمسك نفسي عن الخطايا والمعاصي والشرور وكنت باجي في وقت انهار وانا مسلم بالوقت انا بممسكش نفسي انا بكره الخطايا انا طبيعة بتاعة اتغيرت انا بقيت انسان سان ومن هنا فانا بتمني كل يوم ان الرب يسوعي يجي انا بتمني بصلي وبتعي من قلب لاني علي امل كمان ان انا يعني الرب ياخدني بالجسد ده يتغير الجسد ده ما موتش يعني كل ناس ازغط الموت لا ده مش حقيقي ممكن في ناس كتيرة مش هتموت خالص لو الرب يسوع جات في اللحظة اللي يجي في الرب يسوع وانا عندي الامل ده ومستنيه ان الرب يسوع يجي في الوقت اللي هو معينه وياخدني بالجسد انا مستني رب يسوع ان يجي وياخدني بحقيقة مستعد للقاء الهي وبتمنيه كل يوم وبصلي بقول له رب اقرب الوقت تعال ارجوك ارجوك يا رب ارجوك بالوقت تعالي امين اشكرك اخي نظار انا مش عايز اطول على البرنامج حبيبي شكرا كتير يا اخ احمد ورب يبسكك ويمتح كل كلمة من كلامك بالروح القدس في اسم شكرا كتير على تشجيعك رب يباركك ويفتح قلوب الجميع ويلمسهم بنوره رب يباركك امين امين شكرا كتير يا اخ احمد على كلماتك المشجعة خليني احكي كمان تشجيع اللي هو رقم خمسة الشهادة يعني ولسيما قبل مجيء المسيح ممكن انا استشهد انه سأل التلميذ يسوع في عمل واحد ست يا رب متى ترد الملك الى اسرائيل اجاب وقال ليس لكم ان تعرفوا الازمنة والاوقات التي جعلها الاب في سلطانه ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في اورشلين وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض وبعدها من جبل الزيتون ابتدى يصعد امام اعين التلميذ جاءوا ملكين وسألوا وقالوا ايها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين ان هذا الذي انطلق الى السماء كم ارأيتموه انطلقا الى السماء رح يرجع بنفس الطريقة بين صعود المسيح ومجيء المسيح في خدمة اسمها الشهادة والشهادة انه احنا بنشهد انه يسوع هو المخلص الوحيد يسوع ابن الله يسوع هو الطريق الوحيد يسوع هو الوحيد الذي وعد بالحياة الابدية يسوع هو الذي يستطيع ان يخلص الناس من الخطيئة والشهادة هي بشكل عام بسفر اعمال رسل هي عن قيامة يسوع انه يسوع حي فيسوع هذا اقامه الله ونحن جميعا شهود لذلك مرة تاني بقول ونحن شهود له في اعمال تمانية شهداء وبشرا ولما الرسول بولوس وقف امام الملك اغرباء ستاني في اعمال ستة عشرين قال فاذ حصلت على معونة من الله بقيت الى هذا اليوم شاهدا للصغير والكبير طبعا الآية المشهورة انه الشهادة هي مش بس انك بتشهد عما فعله يسوع هو اختبار زي موحد شهد يعني شاف او صمع فهون اختبار حقيقي ولكن هذا الاختبار كمان له قوة بدمر مملكة الظلمة رؤية 12 آي 11 وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت في صفر اعمال رسول اصحاح عشر مكتوب واوصانا ان نكرز للشعب ونشهد بان هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات له يشهد جميع الأنبياء ان كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا فاذا اشهد عن يسوع وما فعل يسوع في حياتك في الشهادة انت بتدمر مملكة الشيطان ثم احبائي مع الشهادة دائما تيجي كلمة الكرازي تموثاوس التاني صحاح اربعة بولوس كان في الزنزان عم بيكتب لتموثاوس اذا انا انا اناشدك امام الله والرب يسوع المسيح العتيد ان يدين الاحياء والأموات عند ظهوره وملكوته اكرز بالكلمة اكرز بالكلمة شيء اخير تشجيع اخير يمكن مش الكل بيكرز او بيعلن كلمة الله ولكن الكل ممكن يشهد شو الرب عمل في حياتك لكن الكل ممكن يصلي الصلاة ان من نهاية كل شيء قد اقتربت خلاص الرب يجي يسوع فتعقلوا واصحوا للصلاوات بطرس الاولى اربعة اية سبعة وطبعا في لوقة اصحاح واحد وعشرين اصحروا اذا وتضرعوا في كل حين ثم احبائي احنا من صلي يقول كتاب لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا احدكم الاخر واله السلام نفسه يقدسكم بالتمام والتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح تسالونيك الاولى خمسة ثلاثة وعشرين انا عاوز اختم للمؤمنين اللي بيعلنوا هذا التصريح والايمان مع روح الله القدوس هروح فيها كلا سورعا بتكلم بالعبرة الروح والعروس يقولان تعال تعال الى الرب يسوع من يريد فليأخذ ماء الحياة مجانا فاذا كمؤمنين احنا محتاجين نتشجع على الصهر وانه نعيش جنسيتنا السماوية على الارض وانه نحضر الاجتماعات وانه نشهد عن الرب يسوع ونكرز بكلمة الرب وانه نصلي ونطلب وجه الرب وانه نعز احدنا الاخر لانه الرب جاي عن قريب فسؤالي في النهاية طيب اذا انت مؤمن هل انت فعلا عم تشهد عم تكرز عم تصهر حزر تنتظر مجيء الرب عم عايش بتتشبه في جنسيتك السماوية على الارض محتاج ترجع واتتوب للرب قوله يا رب انا فعلا كنت لا مبالي وقصرت في حياتي لكن انهضني املأني بالروح القدس حتى اشهد عنك بكل جرأة وبكل جهارة في الختام عاوز اقول لأحبائي كل من يسمع هذه الرسالة مكتوب اليوم ان سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم هو ذا الان هو ذا الان وقت مقبول هو ذا الان وقت خلاص لا تؤجل خلاصك شفنا الزلزال اجا وحصد ارواح كتير ومنشوف كوارث من نار ومن اوبئة الكورونا حصدت سبعة مليون شخص لا احد يعلم الساعة ولكن احبائي انا بدعوك انك تعلن اليوم توبي حقيقية ورجوع الى الله لو سألتك هل فعلا انت لو الرب يسوع رجع في هاي اللحظة انت مستعد هل انت متأكد انه عندك حياة الابدية هل اسمك مكتوب في سفر الحيام في هاي اللحظات انا بدعوك انك تصلي قل له يا رب يسوع صليها ما تخاف اعلنها يا رب يسوع سامحني على كل خطية طهرني من كل اثم اغسلني بدمك الكريم صليها قل له يا رب يسوع انا بدعوك حتى تكون مخلصي وربي املك على حياتي املأني بالروح القدس ساعدني اعيش من اجلك بقية عمري واشهد عن نعمتك مكتوب احبائي يعني كل الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يسيروا اولاد الله اي المؤمنون باسمه وعد المسيح من يقبل الي فلا اخرجه خارجا الرب وعد وعده تأكيد ما بيخليك تشك ولا غير متأكد او غير متيقن هو قال الذي يؤمن بي له حياة ابدية وزا اليوم انت اعلنت توبتك وامانك بيسوع من فضلك راسلنا وتواصل معنا بحب اسمع منك الى اللقاء والرب يباركك اشتركوا في القناة